ايرلندا جوست موكن تدخلوا على اي منصة من منصة التواصل الاجتماعي وتحطوا ايرلندا تتشوفوا اللي فاما فريقين يعني فريق بتبعه من اليرلنديين معنى يجيوا في فريق اخر يتهم في ايرلندا بانها معادية للسماية ويجيوا وهم يقول لهم لأ احنا ما نحبوش قتل الاطفال منش معادين للسماية وانتوا هتوقتلوا في الاطفال في غزة المهم نحكي على بلاد صغيرة فيها خمسة ملين ساكن هي جزيرة اختصت في التجارة العالمية والخدمات ذات القيمة المضافة القيمة الكبيرة داخلت للزون اغو فيها استثمار خارج شركات العالمية كبيرة متعددة الجنسية دا ميولتي ناشنال القاتس انيكو سيستام يساعدها تخصص ذات الخدمات الرقمية في الصيدلة وغيرها رغم انو يقولوا انها مازال عندها مشاكل ايرلندا مثلا من ناحية السكن والنقل كان نحب ونحكي وعلى مراحل تاريخية شو نحكيه على ايرلندا مثلا في القرن اللي 19 اللي هي كانت بلاد زراعية تعتمد على الفلاحة اساسا دونك فلاحة القمح والبطاطا وكان دونك عندها سكان ريفيين عددهم كبير لكن ما كانش فاما توزيع عادل للاراضي والثراويت بعد بين عام 1845 و 1850 جيت ما يسمى بالمجاعة الكبرى الايرلندا يعني هي واحد من الشابتخ المظلمين يعني في ايرلندا ولا في تاريخ ايرلندا مش في ايرلندا لانه اليوم فاما تغير كبير من اظلم الفصول قدت يقولك الى الاعتماد المفرط على البطاطا وقدت الى مجاعة كبيرة مما اسفر على الهجرة جماعية وفقدت العديد من سكانها الملايين من الارواح الشيء اللي اليوم يقولك مع انها خلى جروح عند الايرلنديين دونك هذو ما يمكن نزوز فترات لكن بعد جيت الثورة الصناعية وشهدت ولادة صناعات جدد ايرلندا 1920 استقلت عن الغيوميوني استقلت عن المملكة المتحدة وبدأت الاقتصاد متاحها بشوية بشوية دونك يعرف نمو وقت اللي دخلت للمعطا ولا قربة من الاتحاد الاوروبي عام 1973 تقريبا يعني الدخل والناتج الداخلي الخام للسكن كان 30% اقل من المعدل في اوروبا بشوية بشوية اتطور اقتصادها وفما ما يعبر عنه بالتجر سلتيك او النمر معطل السلتيك اللي بين 93 و2006 بدت تعمل في ديتو دكواسانس يعني نمو من 8% واكثر للفترات الاخيرة مثلا نقرأ مقال في لوتون يقول لك الإيرلندا فيش une croissance insolente يعني يوصفها بالواقح يعني يوصفه بالواقح النمو متاع إيرلندا في جوان 2023 وينيقول لك الناتج الداخلي الخام سجل النمو ب12.2% بعيد معناها هرب اللي كان 30% معطا للسكن اقل من المعدل اليوم هرب معطا ولا بالبلدين الاوروبية الاخرى يعني عاملت على تنويع الاقتصاد نوعت الاقتصاد متاحة ورغم انه في 2008 كذلك عرفت يعني ازمة مالية كما تعريب العالم الكل كيف كيف وتراجعت لكن من 2014 لليوم عودت الكورب يعني عودت طلعت اليوم يحكيوا على اقتصاد نشط كما كنت نقول لك في جوان هذي الاختكل انت على الوطن اقتصاد نشط لكن بتبعاد فما دي دفي مثلا الpopulation irlandese معدل اعمار فيها مرتفع يعني في اسمان دول lapopulation كما قلت ملوه المشاكل السكن ونقل انه ثمن السكن يعني يصير مرتفع يعني باهض السكن باهض التغييرات المناخية ايضا عندها تأثير على اقتصاد ايرلندا دونك كان حاولوا نلخصوا معناها نظرا للوقت تاريخها واقتصادها مرتبطين بعضهم فترات يعني موفمانتي فيهم برشة برشة تحركات تحركات وكل فترة كان عندها تأثيرها على الاقتصاد لكنه كما كل مرة يعرف ريسسيون لكنه بعد يعود يتنفس من جديد اذا كان نحكيو عليا في الاخبار اكتوالما البرح كان فما معدل الحديث عن سكن من اصول جزائرية عملية طعن وخليت يفهم احتجاجات وحرق لسيارة امن وإلى اخير هي دونك هذك عليش عودة تحيرت حكاية معناها حكاية مساندتها من عدم مساندتها القضية الفلسطينية والاتهامات اللي تواجهها بمعادات السماء خطرهما اي معادات الصهيونية بتبيع يحطولها معادها الاتيكات متعب معادات السماء اكتوالما ثم برشة تساؤلات حول الموقف متاحة يقولك علاش الموقف هذي المساند جدا للقضية الفلسطينية عكس القارة الاوروبية لكل معناتها وبحماس كبير مع حتما جهات رسمية الارلندي اللي كنت تحكي فيه التاريخ اللي عاشدته من الاحتلال البريطاني المقاومة متاحهم للتحرر لليوم نعرفه اليوم تسأل اي ايرلندي في الشارع العدوه الاكبر متاعه هو انجلترا محتل محتل قاعد في فكره اللي هو المحتل كل يوم يشوفوا روحهم هما في الوضع هذيك ويشوفوا ليهما صار لهم ما هو شبيه بلي قاعد يصير اليوم في غزة وبالتالي يتفسر منطقيين كيمة السكان الاصليين لامريكا اللي كيف كيف للاسف قاعدوا منهم اقلية لانهم ابيدوا ابادة عرقية صارت لهم ولليوم يخرجوا بالاقلية متاعهم لدفاع عن القضايا الفلسطينية انت حكيت على السكان الاصليين والامريكين يحتفلوا بالثانكسجيفن الثانكسجيفن هو راو شكر عيد الشكر اللي استقبلوهم السكان الاصليين اللي بعض هما ابيدوهم يعني التناقضات نفس شايف الفلسطين اللي جاءوا استقبلوا السفن اللي وصلت لهم من اليهود في الفترة هذيكة وفتحوا لهم ابوابهم ومن بعد صار اللي سار محمد حديد كان منش غالطة هو والد بيلا حديد كنت حكيت لك عليها ما تعمل فيديو حكي فيها جزء ما على عائلته كيفاش استقبلت المهجرين اليهود كيفاش أمه كمشيت ولدته ورجعت الييفة تقريبا كمنش غالطة ييفة أو حايفة القدت دارها بدلولها القفل وسكروها معناها اللي استضافتهم خذوا الدار وطردوها هي وعندها بيبي عمره أيامات يعني على كل حال التاريخ يعيدو نفسه بشكل من الأشكال بصح والمرهي بصح والمرهي شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك وللناس الكل اللي قاعدني تتابعوا فينا شكرا لعليا بيشا شكرا محمد الأحمر شكرا لسليم اللي التحق بينا كيف كيف سليم بن عمار منيلا غربي زينب باستي هجربوا جمع عليم سعادية كنا معكم نورال ميكخو ملتقنا إن شاء الله نهار الاثنين في نفس الوقت من نصف نهار حتى الماضي الساعتين نقول لكم باي باي قبل ما نقول لكم أدماء غدوة فما تظاهرة خليني مثالش من نقول الأمهات والنساء واللي أي شخص يحس بالروح البشرية ويحس بالولايد الصغير والأطفال اللي قاعدة تموت فما مظاهرة بش تخرج غدوة اللي مساندة ومنصرة للأمهات والنساء لها صامت اللي تحبوا تقولوه عبروا عليه كتابين رحوا اختاروا أنهم يكونوا صامتين يعني صامتين بش معتها بش ريو قادش صامت العالمي معتها السياسات والحكومات معتها مقابل 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 اللي قاعدة يسير اتفاكتما دونك تحبوا تمشيوا امشيوا شاركوا في المظاهرة زي النساء وأمهات تونس بصوتهم منصرة لنساء وأمهات غزة وفلسطين شكرا لكم على المتابعة ملتقى ناشا لأول جماعة جاية باي باي